السلام عليكم ورحبا بكم في قناة تنغي تيفي فاس وصفة اليوم ستكون البيتزا مختلفة في العجينة على البيتزا اللي قدمت لكم من قبل النجاح ديال اي بيتزا اولا تكون في العجينة وخدروا ليها احسن سوس احسن غرنيتور العجينة هي لا باز كانين بزاف الوصفات والمقادير مختلفة في العجينة للبيتزا وانا اليوم جبت لكم واحد الوصفة لان شاء الله ستكون ناجحة والديدة بزاف على بركة الله دا بعد اندوز ونشوفوا المقادير وطريقة التحضير المكونات ديال هاد العجينة للبيتزا عد نحتاجه زلافة كبيرة ديال السميدة رقيقة زلافة كبيرة ديال البقيق البيض شوية الملحة معلقة صغيرة ديال السكر سانيدة معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الخبز المادة في على حسب الخاليط وثلاثة المعلقة الكبيرة ديال الزيت لسياق بعد ما غرب الناس سميدة وطقيق عادي مبدأوا نضيفو في الليزان غاديان كلهم نحاولو ما ندروش الملحة احدى الخميرة باش ما تفسج بعد ما ضيفنا الجميع المكونات عادي مبدأوا نزيد ونضيفو في الماء ونعجنو هاد العجينة هاد العجينة قصنا ندركوها هادي مختلفة على العجينة اللي من قبل هادي قصها الدلك عادي ندركوها مزيان تتنحصلو على واحد العجينة اللي تتكون رطبة نحاولو ما نقصحوهاش باش ما تعدبناش يعني من الول نضيرو الماء باش تكون عادنا واحد لها كونسيستانس مزيانة ومن البعد نبقاو تندركو فيها ما بين خمسة عاشة ديال الدقايق اللي عندها الماكينا ديال الخبز يعني تقدر تديرها ولا بحالي هاكا وعادي نبقاوها هاكا تندركو تتنحصلو على واحد العجينة اللي بغي ما تتكون رطبة عادي نغطيوها بان فيلم اليمانتر نخليوها تخمر مزيان ولكن ما عادي نديروها شفت اللاجة نخليوها سور الوكوين في الطبلة وخصا فريمان تخمر مزيان ساعة ساعة ونص فورا السوسة بيتزا كيميل عادة سوس تري سيمبل ما تيشا شوية ديال بصلة زيت البلدية ملحة البزار شوية دمعدنوس هاد المرة دلت إلا كان عندكم الحباق سين كور ميور البصلة بان سور تكون محكوكة مع رويز ديال التومة نديرو الكاسترنا فوق العافية ونبدأ نطيبوها في السوس تات طيب مزيان عاد عادي نضيفو واحد معلق ونص كبيرة ديال كونسان تخيض ما تيشا نخلطوه شوية دقائق من بعد عادي نتفيو على السوس ونخليوها تبرد هي من أفضل للسوس ديالبيتزا دي يمارسنا نوجدوها من قبل باش تتبرد على خاطرها هالعجينة خمرت مزيان دابا عادي نفرقها على جوج غورسات جوج دياليبول ممكن نديرو ثلاثة أو لاربعا على حسب الرغبة ديالكم أنا التباس الكبارين دونك عادي ندير جوج دياليبول نديرو السميدة مزيان على لبلان دو تخافي ناخدو ديالك ونبدأو ندلكو ادي ما اللي بيصير لحسب روشوا ديال كل وحدة بغيتوها شوية رقيقة والاغليدة دونك هنه عادي تكونوا منهم نمبعد ادي نحضر لتا لتا تتكون مدهونا بشوا ديالزي تيو مرشو شعب تقيق ادي نقادو لیبول يكونوا نو يشوية تالن وهذا كلك سيدان ديال الجينالي طالع بزيف هذي نقطعوه بلا غولات ديالبيتزا نديرو لسوس طومات او صندخ في الوسط ونبدأو ندهنو الوجه ديالبيتزا كلو نحاولو فيما كان شي فاراق نقدو نعمروه بلا سوس طومات الاساس ديالبيتزا هي لابات الاساس والفرماج ومسبل لغانيتور دي ما تتبقى على حساب الدوك وليمكانية ديال كلو واحد هاد البيتزا هذي هذي تكوني بالفرماج هادا الكممبر مقطع متتتران متتترانش ودابا عدين ديف لكريم فرش لكريم فرش ماشوية ديال الملحة والبزار وفراماً لكريم فرش تزيين لكريم فرش تزيين لكريم فرش تزيين شوية ديال الزعطر لكريم فرش تزيين تجهزين ومنينة بثاف هذه المطلقة لا تتحدث عن الزيتون وفي هذه الأوقت الفران تستطيع سخون أعلى درجة الطياب للبيتزا تستطيع 10 دقائق 20 دقيقة على حسب الفران العجينة الثانية نطلقها بنفس طريقة نفس خدمة العجينة الثانية جيدة هذه العجينة فيها سميدة ولكنها جيدة تعطينا نتيجة مضمونة ونتيجة جيدة نضغن الوجه نضغط نضغط طن الماء لا تضغط زيت مع الفرماج والكريم فريج لا تضغط نضغط ونضغط الفلفل الحمرة ونضغط يجبها لأنه يكون من الماء ونضغط الفرماج والموداء نضغط ونضغط ونضغط ونخشيها كل شيء في الفرران هذا هو الشكل النهائي للبيتزا بعد ما طابت ستعطي بسرعة لا تتعطي فريمان لا تتقيل وخامة سميدة ستعطي بالعكس خفيفة بسرعة خفيفة بنينا ما تخافوش إلا تبعتو كل خطوة من الول تلتالي رحا عادي تنجح لكم إن شاء الله ما تنسونيش فليش تيراكت القناة وضقتو على الجرس باش يوصل لكم كل جديد خليتكم على خير ونطلقوا مرة أخرى إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة